الآن سوف نتحدث عن جبهة اخرى ضمن اوكرانيا هي بيلوريفكا القوات الروسية من الصباح تجربت لأن هجوم تستعيد فيه السيطرة على المدينة هنا على البلدة كما ترى التشكيلات الروسية هناك قوات شعبية من العنسك هناك مجموعة صغيرة من واغنر وفي فجح تياط سابع وفي فجح تياط ثامن وطبعا هناك جيش روسي من الاساس موجود هناك بالمنطقة السابقا عند الاوكران في قلوي 27-81 والكاتيب 46 شرحت سابقا للي ما بيعرف ان بيلوريفكا اذا سيطر عليها الاوكرانيا تفتح له مجال يفوت على عم المناطق اللي سيطر عليها الروس بحرب اوكرانيا بيريسيشيانسك ريبيزني سيفيريدونياتسك والروسي يجرب يسيطر عليها لا يقدر يوصل على سيفيرسك يعني يجرب بثلاث اتجاهات يوصل على سيفيرسك من بيلوريفكا عبر حزام الغابات هون قبل جرب يوصل وسيطر وصل لليوريفكا ووقف استرجاع الاوكران المنطقة وعبر هذه المنطقة هون هذا الخط طريق يوسع على سيفيرسك ومن سبيرني هلأ في بس معلومة صغيرة سبيرني وبالوريفكا اكتر منطقتين لا ترفض السيطرة عليهم يا بدي طويلي دايما بتلاقي سيطرة هون الروسي جاء هون سيطرة الاوكراني ما في شي سيطرة سابتة عليهم وحكينا السابقة ان الروسي عم بيجرب يضغط بهذا الاتجاه كله من فسالة لرزدوريفكا لفيدوريفكا لفرسيوكيفكا متل ما شايفين بها المناطق هلأ البدي ايه منكم انشغلي اسرح اشرح بفيديو عن الوضع بحرب اوكرانيا الى هلأ يعني بعد شوية رح نزله بتعملوا لايك وشير تابعوا الاكاونت تابعوا الاكاونت لازم نجع نكبر الاكاونت تابعوا الاكاون تابعوا الاكاونت تابعوا الاكاونت تابعوا الاكاونت تابعوا الاكاونت ما في هذه lemons ترجمة نانسي بكى اذا كنت تعلم قصية م luminات اشتركوا في القناة